الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اليوم الاثنين ستة وعشرين ستة ألف واربعمائة واثنين واربعين للهجرة نكمل قراءتنا في كتاب فقه الدليل في شرح التسهيل للشيخ عبدالله بن صالح الفوزان حفظه الله تعالى وتوقفنا عند قول البعلي رحمه الله ثم يرفع مكبرا فيقوم على صدور قدميه معتمدا على ركبتيه في باب صفة الصلاة قال الشارح الفوزان قوله ثم يرفع مكبرا فيقوم على صدور قدميه معتمدا على ركبتيه أي يرفع رأسه من السجدة الثانية وقوله مكبرا أي مع ابتداء رفع رأسه من السجود وينهيه عند اعتداله قائما وقوله فيقوم فيه بيان صفة القيام إلى الركعة الثانية وأنه ينهض على صدور قدميه ويعتمد بيديه على ركبتيه فلا يعتمد بيديه على الأرف وقوله صدور قدميه الصدور جمع صدر وصدر كل شيء أوله وصدر القدم ما تحت الأصابع من أسفل الرجل والقدمان ليس لهما سوى صدرين لكن جاء على لفظ الجمع لأنه أضيف إلى مثنى أو لأن كل شيء معناه مضاف إلى متضمنة يختار فيه لفظ الجمع على لفظ الإفراط كقوله تعالى فقد صغت قلوبكما ودليل هذه الصفة حديث وائل بن حجر رضي الله عنه رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه وقد ثبت عن جماعة من الصحابة بأسانيد صحيحة أنهم كانوا ينهضون على صدور أقدامهم منهم علي وابن عمر وابن مسعود رضي الله عنهم وهؤلاء ملازمون للنبي صلى الله عليه وسلم وقد ورد في حديث مالك بن الحويرس رضي الله عنه وإذا رفع رأسه من السجدة الثانية جلس واعتمد على الأرض ثم قام وهذا يفيد مشروعية الجلوس قليلا إذا نهض من السجود إلى القيام وتسمى جلسة الاستراحة ولا ريب أن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها ولكن هل فعلها على أنها من سنن الصلاة أو للحاجة إليها لما أسن في هذا خلاف بين أهل العلم ولعل سبب ذلك اختلاف الأحاديث الواردة في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فبعضها ذكرت هذه الجلسة وبعضها لم تذكرها فمن أهل العلم من قال إنها غير مشروعة إلا عند الحاجة إليها لكبر أو ضعف واختار هذا ابن القيم لأن مالك بن الحويلث رضي الله عنه إنما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم بعد كبر النبي صلى الله عليه وسلم وكان يجلس هذه الجلسة لكبره ويؤيد حديث لا تبادروني بالقيام والقعود فإني قد بدنت ولأنه لم يذكر هذه الجلسة كل واصف لصلاة صلى الله عليه وسلم ومع هذه الاحتمالات لا تثبت مشروعيتها وأنها سنة من سنن الصلاة مطلقا وقال آخرون لا يجلس أصلا بل يقوم على صدور قدميه معتمدا على ركبتيه وهذا هو الصحيح من المذهب وعليه مشى المصنف فلم يذكر هذه الجلسة ودليلهم ما تقدم من حديث وائل رضي الله عنه وغيره ممن وصفوا الصلاة ممن وصفوا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وكذا عمل عدد من الصحابة رضي الله عنهم وهذا قول الجمهور وقال آخرون بل هي سنة في الصلاة مطلقة أخذا بظاهر الدليل لكن من قال مأموما فإن متابعة للإمام أفضل لكن من كان مأموما فإن متابعة للإمام أفضل من محافظته على جلسة الاستراحة بدليل أن الإمام لو ترك التشاهد الأول تابعه المأموم وتركه فكيف يتابعه في ترك الواجب ولا يتابعه في ترك السنة والنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا وإذا سجد فاسجدوا ومقتضى هذا أن فعل المأموم يقع بعد فعل الإمام مباشرة بلا مهلة بدليل الفاء الدال على الترتيب والتعقيب قال شيخ الإسلام ابن تيمية ومن فعلها لم ينكر عليه لكون التأخر بمقدار ما ليس هو من التخلف المنهي عنه عند من يقول باستحبابها والأقوى أن متابعة الإمام أولى من التخلف لفعل مستحب والله أعلم انتهى كرام شيخ الإسلام وعلى القول بها فصفتها أنها جلسة خفيفة كالجلسة بين السجدتين وإذا جلس للاستراحة فإنه يقوم بلا تكبير ويكفيه التكبير للرفع من السجود قال البعلي رحمه الله ما لم يشق فبالأرض قال الشارح الفوزان أي فإن شق اعتماده على صدور قدميه لكبر أو ضعف أو مرض أو بداله أو نحوه اعتمد بيديه على الأرض وعلى هذا فلا يجلس على الأرض ثم يقوم قال البعلي رحمه الله ثم يصل الثانية كالأولى سوى الاستفتاح والتحريم قال الشارح الفوزان حفظه الله أي ثم يصل الركعة الثانية كالأولى في القيام والركوع والسجود والجلوس وما يقال فيها لحديث المسيء فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما وصف له الركعة الأولى قال ثم فعل ذلك في صلاتك كلها وقوله سوى الاستفتاح وهو سبحانك اللهم ونحوه فلا يشرع في الركعة الثانية لأن الاستفتاح شرع في أول الصلاة وقوله والتحريم أي تكبيرة الإحرام فلا تعاد إجماعا لأنها للدخول في الصلاة وهو منتفن هنا وسكت عن الاستعاذة فلم يستثنها وظاهر ذلك أنه يرى مشروعيتها في الركعة الثانية وهو رواية عن أحمد واختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية وجزم به صاحب الوجيس ومحل هذا إذا كان قد استعاذ في الركعة الأولى أما إذا لم يستعذ في الأولى فإنه يأتي بها وعن أحمد وعن أحمد لا يستعيذ في الثانية وهو المذهب لأن الصلاة جملة واحدة لم يتخل للقراءتين فيها سكوت فالقراءة فيها كالقراءة الواحدة وأما البسملة فتسن كل ركعة لأنها تستفتح بها السور وظاهر كلامه أن القراءة في الركعة الثانية كالقراءة في الركعة الأولى والصواب أن الركعة الثانية دون الركعة الأولى في القراءة لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطول في الأولى ما لا يطول في الثانية قال البعلي رحمه الله ثم يجلس مفترشا يضع يديه على فخذيه يقبض الخنصر والبنصر من يمناه محلقا إبهامه مع الوسطى مشيرا بسباحتها في تشهده قال الشارح الفوزان حفظه الله هذه كيفية الجلوس للتشهد الأول والافتراش تقدم والخنصر بكسر الخاء والصات الإصبع الصغرى والبنصر بكسر الباء والصات الإصبع التي تلي الخنصر وقوله محلقا إبهامه مع الوسطى أن يجمع بين طرفي الإبهام والوسطى فيحكي بهم الحلقة والإبهام الإصبع الكبيرة التي في طرف الأصابع وهي بكسر الهمزة وسكون الباء والوسطى معروفة من الأصابع وقد بيّن المصنف صفة اليمنى ولم يبين صفة اليسرى وقد ورد ما يدل على صفتها ففي حديث من عمر رضي الله عنهما ويده اليسرى على ركبته اليسرى باسطها باسطها عليها وفي رواية وضع كفه اليسرى على فخره اليسرى وفي حديث عبد الله من الزبير رضي الله عنهما ويلقم كفه اليسرى ركبته وقوله مشيرا بسباحتها في تشهده السباحة والمسبحة هي الإصبع التي تلي الإبهام لأنها كالذاكرة حين الإشارة بها إلى إثبات وحدانية الله تعالى وتسمى السبابة لأنهم كانوا يشيرون بها عند السب والمخاصمة وقوله في تشهده أي في ألفاظ التشهد وسمي تشهدا لأن فيه لفظ الشهادتين والمراد قول التحيات لله إلى آخره وأطلق عليه اسم التشهد من باب اطلاق البعض على الكل لكون التشهد أهم ما فيه وظاهروا قوله مشيرا أنه يشير بسباحتها ولا يحركها وهذا هو الصحيح من المذهب وهو الصحيح أيضا في مذهب الشافعية وهو قول الحنفية واختاروا بعض المالكية ومنهم ابن الرشد وابن العربي واختار ابن حزم ودليل ذلك حديث ابن الزبير رضي الله عنه رضي الله عنهما وفيه وأشار بإصبعه السبابة وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما وأشار بإصبعه التي تلل إبهام وقال ابن القيم بتحريك الإصبع عند الدعاء بها وهو قول بعض الشافعية والحنابلة والمالكية مستدلين بحديث وائل بن حجر رضي الله عنه وفيه ثم رفع إصبعه فرأيته يحركها يدعو بها وقد سئل الإمام أحمد هل يشير الرجل بإصبعه في الصلاة قال نعم شديدا واختار هذا القول الشيخ عبد العزيز بن باز ومحمد بن عذيمين والألباني رحمهم الله جميعا وقال القرطبي بجواز الأمرين التحريك أو الإشارة بدون تحريك لأن كل منهما ورد في الآثار الصحاح المسندة عن النبي صلى الله عليه وسلم واختار ذلك الصنعاني قال البعلي رحمه الله فيقول التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الشارح الفوزان قوله فيقول التحيات لله جمع تحية والتحية التعظيم وهي كل قول أو فعل دال على التعظيم وقيل السلام وقيل السلام من الآفات واللام للاستحقاق والاختصاص وجمعة الاختلاف أنواعها والمعنى أن الألفاظ التي تدل على السلام والملك والبقاء هي لله عز وجل مملوكة له ومختصة به وقوله والصلوات أي جميع الصلوات لله تعالى لا أحد يستحقها فرضها ونفلها وما هو عم من ذلك وقوله والطيبات أي من الأقوال والأفعال لله تعالى فكل ما طاب من صفة أو قول أو فعل فهو ذابت لله تعالى لأن الله طيب وصفاته وكلماته وفعال طيبه ولا يقبل إلا طيب ولا يقبل إلا الطيب وقوله السلام عليك أيها النبي أي السلامة من كل آفة ومكروه وهي جملة خبرية متضمنة معنى الدعاء ولهذا اختير لفظ السلام الذي هو اسم الله الذي يذكر على الأعمال لاجتماع معاني الخير فيه وانتفاع وارد لاجتماع معاني الخيرات فيه وانتفاع وارد الشر عنه فيكون اسم مصدر بمعنى السلامة وأتى بلفظ الخطاب للحاضر تنزيلا له منزلة المواجه لقربه من القلب وقوة استحضارك له حين السلام عليه كأنه أمامك تخاطبه وهذا الدعاء شامل للسلامة من مخاوف الدنيا والآخرة ولهذا شرع بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم وقوله أيها النبي أي ألموح إليه بالشرع من البشر ويقرى بالهمزة من النبأ لأنه ينبأ الناس أي يخبرهم عن الله وبلا همزة إما تسهيلا أو من النبوة وهي مرتفع من الأرض لرفعة منزلته وشرفه على الخلق نعم نعم وبلا همزة إما تسهيلا أو من النبوة وهي مرتفع من الأرض لرفعة منزلته وشرفه على الخلق ولا مانع من اعتبار المعنيين وقوله ورحمة الله الرحمة من صفات الله تعالى اللائقة بجلاله ومن آثارها إنعامه وإحسانه على مخلوقاته وهذا دعاء للنبي صلى الله عليه وسلم بحصول المطلوب وهي الرحمة بعد الدعاء بالسلامة من المرهوب وقوله وبركاته جمع بركة أي خيراته الكثيرة المستمرة وأصل البركة النماء والزيادة وبركاته على نبيه صلى الله عليه وسلم في حال حياته ما يبارك له في مطعمه ومشربه وجميع أحواله وبعدما ماته بكثرة أتباعه وانتشار شريعته وقوله السلام علينا السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين علينا أي معشر الأمة الإسلامية ومنهم المصلي نفسه ومن معه من المصليين إن كان في جماعة وسبق معنا السلام والعباد جمع عبد وهو المتذلل لله تعالى بالطاعة والصالحين جمع صالح وهو القائم بما عليه من حقوق الله تعالى وحقوق العباد قال الترمذي الحكيم من أراد أن يحظى بهذا السلام الذي يسلمه الخلق في الصلاة فليكن عبدا صالحا وإلا حرم هذا الفضل العظيم وقوله أشهد الشهادة في الأصل هي الخبر القاطع والمعنى أقر بقلبي ناطقا بلساني أي أقر إقرارا جازما كالمشاهد لما أقر به والمشاهدة المعاينة وقوله أن لا إله إلا الله أن مخففا من الثقيلة وهي ساكنة تكتب مفصولة وتدغم باللام واسمها ضمير الشائن محذوف والخبر جملة لا إله إلا الله والمعنى لا معبود حق إلا الله ولفظ الله مرفوع على البدلية من خبر لا المحذوف المقدر بحق وقوله أشهد أن محمدا عبده ورسوله هو ابن عبد الله بن عبد المطلب القراشي الهاشمي عبده المتذل له بالطاعة وتبليغ رسالته والدعوة إليه ورسوله المرسل من عنده بشرعه إلى جميع الثقلين وهذا هو التشهد الأول وهو تشهد بن مسعود وقد ورد التشهد بألفاظ مختلفة علمها النبي عليه الصلاة والسلام عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس وابن عمر وابا مسعود وعمر بن خطاب وعائشة وغيرهم رضي الله عنهم أجمعين والتشهد المشهور هو ما ورد في حديث بن مسعود الثابت في الصحيحين وهو ما ذكره وهو الذي ذكره المصنف والأولى بالمسلم أن يقول هذا تاره وهذا تاره كما بيّن ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية ولا يلفق صيغة تشهد واحد من مجموع الصيغ وقد اقتصر المؤلف على هذا القدر من التشهد مشيرا إلى عدم مشروعية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في هذا أو في التشهد الأول وهذا هو المذهب وهو قول الجمهور وهو ظاهر السنة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما علم ابن عباس وابن مسعود التشهد رضي الله عنهم لم يذكر فيه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وأما قولهم يا رسول الله علمنا كيف نسلم عليك فكيف علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا فالظاهر أنه سؤال عن الكيفية وليس سؤالا عن الموضع ولهذا قال ابن القيم وكان صلى الله عليه وسلم يخفف هذا التشهد جدا حتى كأنه على الرضف وهي الحجارة المحماة ولم ينقل عنه في حديث قط أنه صلى عليه وعلى آله في هذا التشهد وذهب الإمام الشافعي في أحد قوله لمشروعية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول فقال والتشهد في الأولى والثانية لفظ واحد لا يختلف ومعنى قولي التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لا يجزيه أحدهما عن الآخر انتهى كلام الشافعي وصرح النووي رحمه الله بأنه الصحيح عند الشافعية وقال الوزير بن هبيرا الحنبلي وهو الأولى عندي وهو اختيار الشيخ بن باز رحمه الله عبد العزيز بن باز حيث ذكر ذلك في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وحجة ذلك أن الأحاديث في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد عامة في كل تشهد وليس فيها تخصيص بالتشهد الأخير والله تعالى أعلم هذا ما تيسر هذه الليلة وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ترجمة نانسي قنقر